ولمدينة سيرت أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للجيش الليبي في إطار المعركة التي يشنها لتحرير العاصمة الليبية طرابلس فلو وقفنا في قلب المدينة نجدها تبعد عن العاصمة الليبية 450 كم فهي تقع في منتصف الساحل الليبي بين مدينتي طرابلس وبنغاسي التحكم في هذا المركز المهم يجنب تسلل أي قوة إلى قاعدة الجفرة التابعة للجيش الليبي في الجنوب كما أن السيطرة على قاعدة الجرذبية الجوية في سيرت تجعل المسافة بين نقطة انطلاق طائرات الجيش والأهداف في طرابلس ومصراته أقصر كثيرا من السابق ما يزيد من متوسط الغارات الجوية على المستوى البري فإن المدينة مدينة سيرت تجعل سيطرة الجيش الليبي على مصراته أكثر سهولة حيث ستصبح سيرت قاعدة انطلاق وتأمين الجيش الليبي لقواته البرية فهي تختصر من 600 إلى 800 كيلومتر كانت تقطعها القوات في الذهاب للجنوب ومن ثم الانطلاق إلى طرابلس كما تشمل أو تمثل السيطرة على سيرت أيضا مناعة لأي هجوم متوقع على حقول وموانئ النفط المتواجدة على الساحل الشرقي في البريغا ورسلانوف والصدرة المدينة بمثابة نافذة ليبية على العالم فهي تضمن سيرت التجاري على ساحل البحر المتوسط بجانب مطار الجرذبية المدني الدولي وفي ظل كل هذه العوامل مشاهدين يمكننا استنتاج أن السيطرة على سيرت تشكل مرحلة مفصلية في حسم معركة من يمتلك اليد العليا في ليبيا اشتركوا في القناة